تابت أوقاتكم مشاهدين الكرام من جنوب تول كرم نتواجد في الشارع الذي يربط قرى الكفريات جنوب المحافظة مع قرى جورة عمرة شرق محافظة قلقيلية نتحدث اليوم عن هذا الشارع بشكل خاص لسببين أولاً الأهمية التي يمثلها هذا الشارع ويقابلها المخاطر التي تنضوي على استخدامه من الناس نتحدث عن تفاصيل أكثر حول هذا الشارع الذي يربط بشكل أوسع ما بين هذه القرى يربط ثلاث مدن هي نابلس وتول كرم وقلقيليا نتحدث مع دكتور علاء الصيفي رئيس بلدية الكفريات يعطيك ألف عافية نتحدث جغرافياً أولاً عن أهمية هذا الشارع الذي نقف فيه أهلاً بكم مرة أخرى في قرية كفر عبوش هذا الشارع شارع رئيسي رابط بين قرى الكفريات وقرى جورث عمرا وبشكل أوسع هو يربط بين محافظات طول كرم وقلقيليا ونابلس شارع حيوي شارع طوله ما يقارب من ثلاث كيلومترات يعني يمثل حلقة وصل بين ثلاث مدن ويمثل أيضاً لنقل أهمية استراتيجية في الموقع ولكن هناك مخاطر من استخدام هذا الشارع أختي الكريمة هذا الشارع نحن اعتمدنا في مجلس كفر عبوش الحالي على خطة تطويرية للقرية لنقول لنخرج عن المألوف كون المجلس مجلس خدماتي وضعنا خطة لتطوير القرية مثلاً الأمن المائي قبل أن تقوم قوات الاحتلال بردم البئر كذلك قمنا لجذب المستثمرين هذا الشارع شارع يتعرض لمخاطر كبيرة منها شارع متآكل الحواف شارع تمر منه شاحنات الباطون واللاحظنا أنه ضيق يعني لا يتسع لسيارته يعني كما رأيتم شارع ضيق للغاية منعاً لحدوث الكوارث ودرءاً للمفاسد وجلباً للمصالح قمنا في بلدية الكفريات بإعداد مشروع لهذه الطريق أختي كريمة نحن الوطن إن لم يكن بنا كريماً آمناً ولم يكن حراً فلا عشنا ولا عاش الوطن أطلعنا على تفاصيل هذا المشروع الذي تحدثت عنه كيف يمكن أن تحل أزمة هذا الشارع نتحدث أيضاً أكثر قليلاً عن هذه المخاطر التي تحدثت عنها الشارع حيوي أخبرنا عن طبيعة الحركة المرورية هنا صباحاً صباحاً الموظفين في المنطقة عندما يتجهون إلى أماكن عمالهم في نابلس في رامالله في قلقيليا يمرون عبر هذا الشارع شارع ضيق للغاية متآكل الحواف شارع رئيسي يعني يكفي أن يكون شارع حيوي للمنطقة أزمة وصعب للحركة في شاحنات باطون كما رأيتم هناك مصنع باطون هناك مزارع أبقار كما تعلمون في هذه الأيام الجيل أو لنقول بعض منهم السائقين الهواء لا يلتزم بقوانين السير تعديات تجاوزات سرعة هائلة ضاربين بعرض الحائط كل قوانين المرور والسلامة العامة تفاصيل هذا المشروع الذي تحدثت عنه قمنا بعمل مشروع ثمانية أمطار من الزفتي وأكتاف بطون عن اليمين والشمال تكلفة المشروع ما يقارب من ثلاث مليون ونصف شكل تقدمنا بهذا المشروع إلى وزارة الأشغال ووزارة الحكم المحلي قامت وزارة أشغال رامالة وقلقيليا مشكورتين بزيارة الطريق وتم أخذ صور وفيديوهات للطريق على أمل أن تتم المصادق عليها عما قريب الآن إمكانية الحل أو الأفق؟ خلينا نقول الواضحة حالياً هل في أفق فعلاً للحل؟ حالياً إلى حد هذه اللحظة من قبل الوزارات لم يردنا أي رد رسمي إذا لجأنا إلى خيار التمويل الذاتي نحن مجالس كروية الميزانية على قد الحال زي ما بيقوله يعني مجالس لا يوجد لديها مشاريع ربحية لنقول إمكانية التمويل الذاتي صعبة جداً هي مجالس خدماتية تقدم ماء وكهرباء ليست مجالس ربحية قمنا بعمل لجنة من مجالس الكفريات وسنتوجه إلى الإخوة في مجالس جورت عمرة للضغط ولمحاولة جلب المشروع من مستثمرين من الوزارات يعني الموضوع على قدم وساق إن شاء الله بالتوفيق إذن هذا الشارع لا يمثل فقط نقطة ربط كما تحدث ولكن هو بالمقابل هناك مخاطر لاستخدامه ولابد من استخدامه يعني شارع مهم جداً للمواطنين في هذه المنطقة لو تحدثنا عن البنية التحتية في المنطقة يعني كما نشاهد ليست منطقة سكنية ولكن هناك عدد من المشاريع هذا بالتأكيد يساهم أيضاً في التأثير على طبيعة الحركة المرورية هنا صحيح نحن كما تعلمون في منطقة الكفريات يعني وناس فلاحين نحاول قدر الإمكان تسهيل وصول الناس إلى أراضيهم يعني نحن قوم أرضنا أم نلبي ما تشاء ولها نقف احتراماً نحن نحترم النساء المستثمرين في المنطقة نحن يعني لسنا ضد المستثمرين بالعكس نحاول جلب المستثمرين للنهوض بالقرية تواصلنا مع بعض منهم وكانوا على استعداد تام للمساهمة في إنجاز هذا المشروع دكتور علاء نصائحك للمواطنين اللي بعتمدوا هذا الطريق يومياً النصائح تتمثل في الحذر في القيادة على هذا الطريق نحن نراهن على جيل الشباب بأنه جيل واعي ومثقف جيل الشباب هم عماد هذا الوطن وركيزته أود أن أذكر قصة على جيل الشباب واهتماماتهم دخل أحد الجواسيس إلى الأندلس يوماً فوجد شاباً مسلماً يبكي بحرقة فلما سأله وعرف السبب بأن له صاحبة قد هجرته أرسل الجاسوس إلى قيادته الآن بإمكانكم تدميرهم وبالفعل أباد المسلمين في شهرين بعد حكم دامة 800 عام فأنا أطالب الشباب بأن تكون اهتماماتهم كما نراهن عليهم القيادة على هذا الطريق قيادة خطيرة يعني شاحنات حواف متآكلي لا سمح الله إذا حصلت كارثة يعني الشاحنات تمر من هنا بسرعة وفي حال وجود سيارة أخرى لا يوجد مجال في الشعب لا يوجد مجال للهرب نحن لسا واقفين في منطقة شوي أوسعة من باقي الطريق على الاعتبار إنها متفرعة يعني اخترنا نوقف فيها عشان نقدر ننصب لستاندو هيك نتحدث أيضا عن الصعوبات المتوقعة اللي حتواجهكم في حال المشروع فعلا تم تنفيذه لأنه إحنا شايفين أراضي زراعية على الجانبين صحيح قمنا كمجلس قروي كفر عبوش بوضع إحداثيات التسوية على الطريق سيتم قلع الكثير من أشجار الزيتون وهذا ربما سيكون أحد أكبر المعدلات في تنفيذه ولكن أنا أود أن أذكر بأن أحد الخلفاء الأمويين جاءوا بخبر كبير أبناءه بأنه سقط عن الحصان ومات فقال جملة مشهورة قال أعده كي يكون ملكا ويطارد ثعلبا يعني في مقابل قلع شجرة الزيتون انظر الطريق كيف سيكون كم روحا ستنقذ التسهيلات الاستثمارات البنية التحتية لهذه القرية شكرا جزيلا على تواجدك معنا إذن هي رسالة للمواطنين في هذه المنطقة رسالة أيضا للمسؤولين الذين بإمكانهم إنفاذ هذا القرار لتنفيذ المشروع الذي تحدثنا عنه للتو وهو تهيئة هذا الشارع ليكون مناسب أكثر وأكثر أمنا لاستخدام المواطنين اليومي كما تحدثنا هناك أيضا ساعات ذروة يكون فيها هذا الشارع نشط جدا بالحركة المرورية تحديدا في ساعات الصباح شارع به منعطفات قوية جدا وكثيرة وشارع ضيق تمر منه الشاحنات بكثرة ويشكل خطرا على المواطنين إذن هذه نهاية النافذة من قرية كفر عبوش جنوب مدينة تول كرم اشتركوا في القناة